مصدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشراتنا على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات اللي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين برنامج كل يوم بيومه المسجدات رح يطرحها من الميدان إلى السياسة ومع ضيفنا الكاتب السياسي غسان جواد أهلا وسهلا فيك الله يعافيك رحبلش من الموضوع الميدان بارح خان يونس قالت كلمتها والإسرائيلي وصطلوا الرسالة يعني الداخل الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي برغم التكتم الشديد وعدم نشر المزيد هناك صدمة كبيرة داخل الإعلام الإسرائيلي واليوم اكتملت باستهداف مرة جديدة قاعدة ميرون وحسب الأخبار المتداولة من لحظة استهدافها لعلق ما في طيران في سماء لبنان شو تقديرك للي صار بالساعة الماضية والميدان شو حدوده؟ طبعا بموضوع غزة منفصل عن وطيرة النيران بجنوب لبنان بموضوع غزة نحن أمام مشهدين مشهد صمود أسطوري للمقاومة وتكبيد للعدو خسائر غير مسبوقة في تاريخ الكيان وأيضا المشهد الإنساني ومشهد النكبة المأساوية التي صنعوها في هذه الحرب الإجرامية ضد غزة وشعبها أما في جنوب لبنان ولا منحكي عن خان يونس طبعا توفق ومنيح الشباب بس بالمقابل أيضا الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر عم يتعاطم على المعركة بوصفة معركة مصيرية ووجودية بطل عم يعطي اعتبار للخسائر مثل قبل وهدي كمان لازم يكون عارفين نحن شو بتفرق؟ مع العلم أنه مهمة يعني وأنه بلش انعكاس هذه الخسائر يبين بالرأي العام الإسرائيلي بمعنى المظاهرات الدعوة الأصوات التي بدأت ترتفع لوقف الحرب والتفاوض لاستعادة الأسرة والتخفيف من الفشل هلأ طبعا هذه الأصوات لم ترتقي لتصبح أكترية الأكترية لا تزال تؤيد استمرار الحرب وزير من الحكومة بالداخل بقول بيستقيل إذا وقفت الحرب طبعا وبيقول له ما في حكومة هذا بنغفير إنه بتطير الحكومة يعني فهذا مشهد في المشهد عنا هون لهو الإسرائيلي أيضا رفع من منسوب الهجمات وبيّنت مبارح بحفلة قصف عملها كبيرة ومش مبررة إذا اعتبرنا أنه بده يقول هو ردا على استهدافات معينة للمقاومة وبالتالي بيّن أنه عم بيقوم بشكل من أشكال للضغط على من تبقى من أهل القرى فوق لا يهجرهم أو لا يخلي السكن فوق والتحرك فوق صعب كتير ومن هون كان رد المقاومة اليوم بهذه العمليات المركزة والمهمة والتي بما يسمى لغة النار يفهمها تفهمها إسرائيل بأنها رد على هذا المستوى من توسيع العمليات في الجنوب ومحاولة جعل القرى خالية يعني بالقصف المركز بعنه البيان بقول ردا على الاغتيالات ومزيد من استهداف المدنيين ايه مبارح بعطيت صار فيه استهداف لمدنيين طبعا بالبزورية وبال أما الاغتيالات طبعا كمان هو راح على سياسة الاغتيالات لأنه كأنه مش قادر يعمل حرب كبيرة على لبنان بتقدير الموقف عندهم فعنه الخطاب بالعدو غير شي لا خطاب بايدا بس انه نروع على الحكي الحقيقي أوكي هني بيقزونا يعني إذا صارت حرب ممكن يدمروا جزء كبير من لبنان رح يكون الوضع صعب على إسرائيل لكن رح يكون دمار شي من لبنان رح يكون دمار على لبنان ودمار جدا على إسرائيل لأنه هني بتقديرات الموقف تابعون يعني واشنطن استيتيوت عنده تقدير موقف وحتى بمقابلات عملها رئيسه بصحافة لبنانية أنا قريتها يعني أنه حجم الدمار في إسرائيل سيكون هائلا إذا صار حرب مع لبنان وحجم القتلى بالألاف الإسرائيليين صح كمان بلبنان سيكون هناك قتلى وجرحة وشهداء ودمار بس نسأل سؤال هي الحرب شو؟ الحرب هي ما هو كلفتها وما هو مردودها؟ نعم نعم عملياً نعم نعم وما بتجيب لها مردود سياسي أو مردود بالأمن متل ما بتتوقع بدي تعمل حسابها للحرب مش نزهة غير موضوع غزة غزة هي جواد فلسطين تجاور دائم احتكاك دائم اشتباك دائم ومحاصرة وما بيقدروا يعني بعد 7 أكتوبر إلا أنه يجربوا يستعيدوا الردع كإسرائيلية بينما موضوع لبنان أولاً قابل للحل بالسياسي إذا الإسرائيلي والأمريكي خففوا عن جهية واستعلاء وتعاطي هيك جبروت يعني مفهوم الجبروت ببساطة ليه عم تقصفوا اليمن ولكنت نحكي بتطويرها بلبنان ولكنت نحكي بتطويرها بالمنطقة ونروع حرب إقليمية ما أنتو من أول ما جيتوا على المنطقة الأمريكية أنا عم تقولوا ما بدكن حرب إقليمية كبيرة بدل ما تضغطوا على إسرائيل لتوقف هذه المهزلة وهذه المجزرة وهذه الإبادة المفتوحة الحجر وهلأ شفت شاب صحفي هلأ أنا وجاي 200 شخص من دائرته الضيقة مستشهدين 209 أشخاص فلسطين أحمد شلدان بيشتغل بالميادين مزيع من غزة نعم أنه يا أمريكا أنت عم تقدمي نفسك يعني دولة العظمى بالعالم إدارة العالم بلما تروح تقص في اليمن وتحط المنطقة على صفيح ساخر الأفضل تضغطوا على إسرائيل لوقف هذه المقتلة لأن المعركة إذا انطلقت في المنطقة لن تكون المنطقة كما كانت والخسائر سترتد على المنظومة الدولية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفوضى بتضرنا بس ما نحن صارنا بالفوضى بال75 ولكنها تضر بالنظام الدولي لسيما مصالحه وغازه وجغرافيا سياسية أكتر مننا بكتير فإذا بدون يلعبوها علي وعلى أعدائي بتصير لمصلحتنا إذا حطونا أمامه عادلة صفرية صفرية بمعنى خاسر غاية هكساعتها شو المعركة مع لبنان مش بس حزب الله حزب الله طرف في هذه المعركة أنا بحطها لمحل الإيراني إذا حزب الله اللي هو درة التاج في مشروع المقاومة بالمنطقة إذا بده يواجه حرب تدميرية كبيرة من إسرائيل بتركوا لحاله حكما لا حكما لا هاي إيران العراق الحجد الشعبي بالعراق الخط مفتوحة لبنان غير غزة بالكامل مرة قال سمحت السيد من شي ست سبع سنين أنه في عشرات آلاف المقاتلين مستعدين يجوا يقاطلوا بلبنان عرب واليمن جندوا حالهم يعني وكانوا موجودين عراق مجند حالهم سوريا نفسها سوريا نفسها لما بيصير الموضوع مع لبنان بطل فيها تتعاطى معه وإن كان أنا بقدر ظروف سوريا يعني بلد تدمر عشر سنين حرب ولا جيباي ولا موارد يعني صعب عليهم كتير بس إذا صار مشكلة مع لبنان سوريا ستكون معنية بشكل أو بآخر ما بعرف كيف ولكنها ستكون معنية ولذلك الجبهة اللي بتواجهها إسرائيل غير جبهة غزة ناهيك عما يمتلك حزب الله من صواريخ دقيقة وقدرات واستعداد عالي للتضحية وإرادة قتال صحيح لحد هلأ حزب الله لم يستعمل من قدراته إلى 2% أكيد شوهو دي مزحها والصواريخ ما كان لازم يستعرض بعض القوة مشان يكون فيه قوة ردع يعني طبعا ما هو الإسرائيلي عم يفهم أكتر شي عم يفهم الإسرائيلي فيها صواريخ تستخدم بإطار رسائل سياسية بفهم الإسرائيلي مثل لما ضربوا براميت ببركان مثلا مثل يعني بين هلالان الحساسية هاي من وقت الفاكسين انت شغلي على الكورونا من وقت الفاكسين عندي حساسية هلأ بنحكي فيها بعد هلأ بنحكي العالم كله وين رايح وغيار المقبل شو نطرنا فأنا ما بشوف أنه هاي التهديدات بتخوفنا كتير نحن ما بنى حرب ولبنان ما بده حرب والمقاومة لبنان لا تريد الحرب ولا تريد توسيع الحرب ولكن دخلت في هذه الجبهة لمنع الإسرائيلي من استفراد غزة واستكمال عدوانه على لبنان هل صحيح أنه نتنياهو المطلب الأمريكي اللي وفق عليه الوحيد هو عدم توسيع جبهة لبنان يعني هو بالاتصال بتسعة الشهر الماضي هيدا يمكن الماضي ديسمبر والله جانيوري نفتكر هيدا هيدا طيب سكر الخط بوجه تسعة الشهر الماضي مش سكر يعني كان بيّن الجو ممنيح على نقطتين نقطة الأولى ماذا عن اليوم التالي في غزة اللي لحد هلأ ما حدا بيعرف لأنه بعد ما حدا نقعد على الطاولة ولا في شي ولا حتى نتنياهو إسرائيل بتعرف يوم بيوم عم يشتغلوا هني بيعرفوا الشي وفكرة توزيه ضربي للبنان توزيه ضربي للبنان هو نعرض على الكابينات باليوم التالت بعشرة 11 وكان فيه شبه إجماع على ضرب لبنان باستثناء الفريق المحسوب على يعني نتنياهو ورفقاته المتطرفين بالحكومة كانوا مع هذا الخيار اللي رفضوا هذا الخيار انه آيزنكوت اللي أعلن هو يعني انه مسكوا لرئيس الأركان بالاجتماع وقال له احكي ضميرك كاك طلعت بالصحافة يعني هل توجيه ضربي للبنان هو مصلحة لإسرائيل قال له لا محسومة وبهالمعنى تأجلت وهذا شو سببه زجاج لهو يعني هو اليوم موضوع المعركة كلها الجيش بإسرائيل معنوياته والردع وخططه ومستقبله ودوره كله مطروح من يحكم اليوم إسرائيل؟ نتنياهو أو الجيش؟ أو قائد الأركان؟ أتنيناتهم يعني عندهم دور بس عملياً اللي بيحكمها هذا الائتلاف اللي يركبها اللي يسمى مجلس الحرب فقدروا الأمريكان وجماعتهم بقلب مجلس الحرب مش بالضرورة يلغوا الضربة يمنعوها بمرحلة معينة أجلوها ويعطوا فرصة للسياسي ولكن كمان مش بس الأمريكان يعني الأمريكان مش لأنه نحن بحبونا وخايفين على لبنان لأنه هني عارفين أنه هذه المعركة إذا وقعت ستؤذي إسرائيل كثيراً وهني عم يتعاطوا مع إسرائيل من وقت 7 أكتوبر إنه شخص مريض والمريض أحياناً غصباً عنه بك تعطيه الدواء يعني حبت الدواء ممكن يرفض ياخدها المريض بس لما أصلحته لي صح بك تعطيه غصباً عنه هيك عم يتعاطوا معهم ومن هون منعون أو عملولهم ضوابط بالمواجهة مع لبنان أنا رأي المعركة الكبرى مع لبنان ضعيفة حظوظة ولكن فكرة توسيع الجبهة جنوب النهر أو أوسع قليلاً بموازات نضوج المفاوضات على ما بعد غزة وما بعد يعني 7 أكتوبر وردي توسيع ما هو جنوب اللي طاني أكثر كأنه رسم خارطة لما بعد مرحلة 1701 بعد غزة يعني طبعاً هلأ هو اللي عم يقصف عم يعملوا بالقصف وبالتدمير وبالضغط هو يريد يعني ترتيبات رسم خارطة ترتيبات تريحه وتمنع تكرار 7 أكتوبر من جنوب لبنان هو هيك عم يفكر وهك عم يحكي بس هايدي ما بيقدر ياخدها بالبلطج وبالقوة هاي بياخدها إذا وقف يعني بمعنى هاي الترتيبات ما بيرجعوا المستوطنين على شمال فلسطين إلا إذا صار وقف لإطلاق النار في غزة وترتيبات سياسية أو خروج قوة الردوان إلى شمال لا هدا مش مطروح هدا هدا سمعناه بلبنان أكتر شي يعني حتى هني بيحكوه بس منه يعني شرط أساسي أساسي بمعنى شو قوة الردوان يعني حزب الله يعني شو قوة الردوان هي قوة خاصة بالمقاومة قوة الردوان منا يعني منا شي منفصل كتير عن حزب الله وأهالي ومقاتلي حزب الله هني أولادها تضيع بجنوب بيجي ناس من البقاع بيقتلوا معهم مقاومين بيستشهدوا من بيروت بس الكتل الصلب بأهل الجنوب لما بتقولي سحب المقاومة من الجنوب أو قوة الردوان يعني سحب أهل الجنوب يعني سحب الناس وهدا مشروع تهجير بيعمل معركة وحرب بس المقاومة منفتحة على أي ترتبات تعيد للبنان حقوقه وتوقف المعركة في غزة وتضع الأمام العدو عوامر ردع لمنع الاعتداء على لبنان وليستعادة حقوقه بما فيها مزارة الشبعة والأراضي المحتلة وال13 نقطة المختلفة عليها وهيدا ما بيزبط يعني متل ما قال الرئيس الحكومي ما بيمشي لوحده جنوب لبنان بده ترتيب على مستوى المنطقة صار من غزة إلى لبنان حتى إلى كل المنطقة استاذ غسام جواد بالرسائل المتبادلة بالميدان اليوم كان قصف قاعدة ميرون بس الأحد ما فينا ننسى أنه كان في رسالة قوية من العدو لكل لبنان كل لبنان تحت جو طيران العدو مش لوقت علي لوقت كتير كبير غارات وهمية يعني وصلت على الشمال طب شو الرسالة كانت ليلة السابق لأحد ولاش هني بعطيت كانوا بنفسوا طلعات ضرب فوق سوريا طلع الخبر وهيدي عادة كانت تصير قبل سبع أكتوبر أنه يطلع طيران ويبين واطي ويعمل جدار صوت ويقصف على سوريا ومرت فترة من فوق كسروان يقصف طبع هايدي لا شك بإطار التهويل على لبنان والضغوط حتى بالنيران وحتى بلغة يعني الطيران وال هي ضغوط والقول أنه هني مستعدين يعني لهذه الحرب أنه بيملكوا الجو يعني كمان بنا نشوف يعني إسرائيل يعني نقول أنا بيملك الجو سبق وقال سمحت السيد بأحد خطاباته ولما بيحكي سمحت السيد لازم نصدقه أنه الزلمة نحن ما منقولش من وقت كان أمين عام هو يعني عمل استراتيجية الصدق مع الناس وبنى رصيد من الثقة عند المتلقي حتى من الجمهور العدو أنه بيصعوا بكلامه أكتر من كلامنا تانياه بيقول بأحد خطاباته بآخر أربع خمس سنين أنه رح نقاتلك برا وبحرا وجوا جوا فيها تنفهم طائرات مسيّرة وفيها تنفهم دفاع جوي أنا برأي أنه المقاومة عندها دفاع جوي ولكن لا تستخدمه الآن بشكل فعال تركته للمعرك للمعرك إذا وقعت لأنه فيه نوع من السلاح بس يستعمل بيعكس نفسه على المعركة وعلى قرار السياسي بالمعركة ويأدي إلى وقفها يعني بتذكر مثلا معركة الدبابات بألفين وستة هاي أدت إلى وقف الحرب المجزرة اللي عملوها بوادي الحجار وظهور الكورنات كسلاح جديد أنا ذاك في هذه المعرك كان إلو مساهمة فعالة بوقف الحرب وبعد كذا يوم مش يعني ببداية الحرب تاك تقريبا باليوم العشر فأنا أعتقد أنه المقاومة لديها دفاع جوي أصلا بيبين باللي قصفوه بنزلوا مسيارات أحيانا ما هيك طب ما هي المسيارات كيف بنزلوها يعني عندهم دفاع جوي ومن هون أتوقع والأرجح أنه المقاومة عندها دفاع جوي والتالي إذا وقت الحرب لا مش بالضرورة رح نكتشف والسورية عندها دفاع جوي وبعد ما قدرت تحمي جوي ما هيك عم يقصفوه من فوق لبنان هلا ومن فوق تجولان يعني عم يقصفوه من أماكن بعيدة طبعا المقاومة يعني أنا بقول لكل اللبنانيين خاصة للي هيك مراهنين على المقاومة وقلبهم معها بهذه المواجهة أنه عندها إحاطة كاملة للعدو خططه تحركاته وتطويره لأي عمل عسكري أو محاولته لتوسيع المواجهة أو عدم توسيع كله بيفهموا لغته يعني وبيعرفوا شو عنده شو كيف انهم يتصرفوا بخطط عديدة لكذا السيناريو مجهز عند المقاومة الموضوع مش متروك أنه على السبحانية وأكبر دليل على القدرة والسيطرة أنه جابها مئة كيلو متر لا تزال منضبطة بعد مئة وعشرين يوم مئة وعشر عشرين يوم ومعزولة عن الداخل لبناني يعني بمعنى بتنزلي على الصور الحياة الطبيعية بصور مش أنه عم نحكي صيدة وبيروت بصور الحياة الطبيعية وبيباقي البلد كله الحياة الطبيعية وفي حالة حرب حقيقية بالجابها الأمامية وفي نازحين وعم يتعذبوا وهو مواطنين لبنانيين لازم كلنا نوقف حدهم بشو ما منقدر يعني بالتكافل بالكلمة هون سمح لي وجه تحية لجمعية وتعاونه يلي أخدع على عاطئة يعني قبل فضل والشباب اللي معه الصبايا طبعت بعض الأشياء من الإيواء والدعم والمساندي والطبابة وشغلات كتير مهمة عن جد تحية لقلهم للشباب يعني عادي ثقافة بلادنا هلا نحن أولادها الثقافي بالمنطقة كلها يعني إسلام ومسيحي ودروز الثقافة شو إنه نلم بعض الثقافة شو إذا حدا اليوم عم بيقلك أنا ما في يعيش معك لأنك بتصلي كتير الله يسامحه صديقك الله يسامحه يعني بعتقد ما توفق فيها يعني ما توفق فيها غلط نحن بلد متعدد متنوع في ناس بيصلوا في ناس ملحدين في ناس علمانيين في ناس بيحبوا يسهروا يرقصوا بلد متعدد متنوع وهي أهمية هويته وإذا أناقصنا أي عنصر من عناصر هذه الهوية منكون عم نضرب لبنان نفسه مش عم نضرب الطرف اللي نحن مستهدفينه يعني عملية الهوية اللبنانية عناصرها هي هاي التنوع بالميدان رح أبقى أستاذ غسان جواد بدي أحكي عن خان يونس شو صار بالأمس عن جد اللي تابع الإعلام العدو نرجع لأبو الفضل بس كلمة عفونا أنه عم بقول هذا الجهد اللي عم يعملوه حتى جاي من كلمة قرآنية من أي قرآنية وتعاونوا على البر والطقوة هات كلمة وتعاونوا جاي من القرآن بالحث الناس على التكامل والتعاون والتضامن فيما بينها والقوي يسند الضعيف نهيك عن دور الأحزاب أيضا هذا دور المجتمع الأهلي اللي هو نابع من ثقافة بلادنا وثقافتنا الدينية والاجتماعية يعني أنت إذا جبت جارك وضعه صعب بتسعدي إذا أدرا أنت مرات إذا طبخة طبخة طيبة تحبي تستحلي لجارك صحا تعمل فرق فهذا كله مطلوب اليوم أنه النزوح اللي من الجنوب كلنا نوقف حده بمعنى مش أنه إحسان بمعنى الموقف الوطني الذي يعبر عن قناعتنا بهذه المعركة وبما يقدمه من تضحي هؤلاء الناس هؤلاء الناس تركوا بيوتهم تركوا مفتيحهم مع المقاومة مفتيح سياراتهم مع المقاومة السيرة طبع الطرش وال يعني السيرة طبع المزرعة الحيوانات البقر بيتركوها مع المقاومة هذه ثقة عالية وشعور وطني عالي واستعداد عالي للتضحي في سبيل قضية يؤمنون بها فنواجه له تحية لأبو الفضل على جهوده هلا وقبل سبع اكتوبر لأنه هو بلش الموضوع من كورونا ومن الأزمة الاقتصادية وقتا كان مقطوع أدوية كتير بالبلد بأي طريقة كان يتعاطم معه بدون سؤال لطيفته لمنطقته لشي هي طبيعي وهي دا شيء عن جد في كتير من القيم هذا هو مشروع المقاومة مشروع لكل الناس خاني ونس شو صار لحد هلأ معرفنا في بوادر حتى يعني البيان الناطرينو يوضح لنا شو صار من القصام بعد اللي فهمتوا مبارح بان يعني الأعلام الإسرائيلي والأعلام الغزاوي الفلسطيني أنه في قوة كانت مع دبابة عم تشتبك مع شخص يمكن ضربة كورنات ردت فطلع مفجر مفخخ المربع السكني كله مفخخته المقاومة وظهر أنه في أنفاء تكتشف فبيكون المقاوم فخخينه بس تكتشف بتتفجر بالعدو جنوده فعم ينحكى بـ 21 قتيل جندي إسرائيلي اليوم وهذه كارثي عليهم يعني وإن كان مثل ما تلك أول حرب أول الحلقة عفوا بأنه هن مكملين بالحرب لأنه ما عاد عندهم خيار تاني إما بينهزمه وبينترك يعني بينعمل أثر غير مسبوق على الوعي في الجمهور الإسرائيلي وعي الهزيمة يعني مثل السبعة وستين أيامنا نحن نحن بقوله هادي نكبة نكس نكس بين النكبة لقلهم وهو شي بيقرب بصير يعني إذا اعتبرني نكس إذا ما عملوا إنجاز ومن إلى هلأ ما عملوا إنجاز عملوا أغتيالين بده يصير نكبة عليهم أكتر لأنه إلو أثار مستقبلية على الكيان على استعدادهم للبقاء على شعورهم بالأمن على ثقتهم بالجيش الجيش أهم شيء بالأمن عندهم على يعني جدوى البقاء في هذه الدولة السؤال اللي بلش يطرحوه على أنفسهم يعني فمش بس إنه نتنياهو مستقبل وهو وفريقه ومشروعهم في إسرائيل ومستقبلها بالنسبة إلون فهون بعدهم لها بعد 120 يوم ما جابوا صورة انتصار واضح يؤدي إلى طمعنة الجمهور واستعادة صورة الردع وصورة الثقة بالجيش الإسرائيلي وهذا بيدل أنهم هن عالقين وغارقين في مستنقى غزة طبعا عم يرفعوا الكلف الإنساني إنجازهم الوحيد بالميدان هو أنه عم يرفعوا الكلف الإنساني عم يجعلوا بعض أحياء غزة غير قابلة للحياة وصعب كتير يرجعوا عليها الناس إلا إذا أعيد إعمارها وحتى إذا أعيد يعني بدوا يعاد إعمارها بدوا يكون نرفع الحصار وفاتت مواد بناء وغيرها وهذا صعب يقبلوا فيه فإنهم رهنين على الزمن على الوقت إنه هذه المأساة تتحول إلى مأساة عميقة وتؤدي إلى يعني تهجير هجرات وإلى خروع عم يدفعوا عشر تلاف دولار في ناس هلا لا يظهروا طبعا والجاردي نزل تحقيق من فترة إنه عم يدفع عشر اتناعشر ألف دولار على المعبر المصري ليظهروا الشرعية مش ظهرون شرعي بيجيبولوا موافقة أمنية وكل شيء وبيظهروا من غزة عم براهن هو أيضا على الزمن لا يجي ترامب بتفل الإدارة الديمقراطية بيجوا الجمهوريين بصير مرتاح أكتر بتطبيق مشروعه تحجير بداخل غزة ولذلك إنا عم بقولوا هالحرب طويلة وسنة وسنتين لا صح ما عدري إنه يعملوا إنجاز بس ابقاء الجرح مفتوح يؤدي إلى التهابات واشتراكات ومقاسي وأمراض والناس بتضع هل الجرح مفتوح بس على الفلسطينة الإسرائيلة مرتاحة يعني فيه يتجوز هيد المرحلة هي عليهم صعبة بس لحد هلأ يعني عم يعملولا هاي حرب بوجودية معتبرين هني يعني مثل معتبرين إنه قادرين يدفعوا الكلفة أمتى بديصيروا غير قادرين يدفعوا الكلفة هيد بدي بالمستقبل هلأ المرحلة المقبلة يعني عم نقول ما هي خطط نتنياهو بس ما في خطط أمريكا وفي خطط المحور وفي خطط الفلسطينيين خطط أمريكا صارت واضحة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي أو البضائع اللي بتدخل على إسرائيل من بحر الأحمر واستهداف اليمن كمان بالساعات الماضي كان فيه استهداف بريطاني أمريكي لليمن ما زبعت يعني فينا نقول حرب إقليمية بكل معناها إيران تقصف العراق وباكستان وسوريا أمريكا تقصف اليمن يعني عم بحكي عن دول إلى تقلة ما عم بحكي عن مجموعات لا عم بحكي عن الحجد الشعبي ولا عم بحكي عن أنصار الله ولا عم بحكي عن حزب الله ولا القسام لا دولة عم بحكي عن دول عم بحكي عن دول شو ما زبعت يعني نحنا أمام حرب إقليمية شو حدودها متين تنسجل إلى أكتر من الضابط الإقالة إلها الصيني والروسي وين فيها أسئلة بارح القصف على صنعاء وبعض المدن اليمنية كان الأشد والأقصى من بداية القصف الأمريكي لأنه عملوا تحالف وجابوا الهولنديين والكندية والأسترالية والبحران ما شاء الله فبرأيي مشهد الفوضى الإقليمية بدأ يتطور نحنا كنا عم نحكي عن الفوضى الإقليمية من أول يوم من لحظة اندلاع الأزمة وبروز جبهات المساندة كنا عم نقول أنه هذا الضغط هو مثل الواحد عم يضغط على الأمريكاني وعم بيقول له إذا ما بدك توسيع الحرب يجب أن تضغط على الإسرائيل لوقف هذه المجزة فمشهد الفوضى الإقليمية بدأ منذ 7 أكتوبر ويتصاعد تدريجيا بالارتباط مع السلوك الإسرائيلي داخل الغزة والأمريكي والإسرائيلي والحلفاء في المنطقة لحد اللي أبين الأمريكي أنه ليس جدي بنظرية عدم توسيع الساحات بمعنى هو يريد أن يؤمن بيئة إقليمية مؤاتية لإسرائيل لكي تنتهي من عمليتها بغزة وتتفرغ فيما بعد لغيرهم يعني للفلسطيني بيكون أمن لها بيئة مريحة لتخلص عمليتها عن نظافة هذا اللي عم يعملوا الأمريكيين الضغوط اللي عم بيمارسها بالدل على أنه هو صاحب هذه الحرب وليس الإسرائيلي فقط وإلا ليه قصف اليمن بهالطريقة طيب اليمن أنصار الله أنصار الله اليمنيين ما قصفوا يعني ما سكروا البحر الأحمر أو قصفوا أي سفينة في البحر الأحمر باللحظة اللي كانوا هني عم بينقصفوا ما استعملوا ورقة البحر الأحمر استعملوها هلأ من أجل الغزة وهم لا يضربون كل السفن السفن كلها بتمرق عم يستهدفوا السفن اللي جاي ببضاعها على إسرائيل أو السفن الإسرائيلي وقصف اليمن على هذه الخلفية بدل على أنه أمريكا هي التي تقود هذه الغرب الحرب يعني تمارس النفاق والبراجماتية والازدواجية لا كسب الوقت وأعطاء فرصة لإسرائيل أن تحقق نتائج على الأرض في غزة ولكن هذا السلوك يوم عن يوم عم يعرض المنطقة لخطر الانفجار وسيؤدي إلى تضرر حتى مصالح هذه المنظومة في المنطقة يعني البحر الأحمر طيب بكرة إذا حطوا اليمنية إذا أرروا يزعلوا يعني حطوا ألغام بحرية شو بيعملوا ثلاثة أربعة تشهر بدون لنطفوها يعني مثلا سوريا لبنان العراق حركات المقاومة يعني خاصة أنصار الله باليمن ما رح يسكتوا على هذا الاستهداف ورح يضربوا مصالح وعنوين أمريكا وبريطانيا والدول المشاركة معه ها لح صحيحة ما بعرف لأما أريد الخبر بعدة محليته والمصدر ما كان واضح جدا أنه لليمن قصفت قواعد أمريكية بجيبوتي ما أريد تلك خبر السوار دي يعني عندهم قدرة إذا عندهم قدرة بس ما بعرف إذا قصفوا لأنه يعني مرأ معي الخبر مرور الكرام وما شفت عدة مصادر أو يعني كمان عم تاخد طابعة يعني اليمن اليوم بانخراطه إلى جانب الفلسطينيين ودوره البارز في البحر الأحمر عم بأهله لاحقا إلى أدوار كبرى ونحن أمام فكرة دولة إقليمية صاعدة اليمن وبكرة عشرة من خلال سنوات يعني سيصبح اليمن دولة إقليمية عربية مؤثرة وفاعلة إذا ضل بهذا الزخم وبهذا الحضور الإقليمي فلسطين مش قضية فلسطينية بس فلسطين هي قضية عالمية وإنسانية وعربي وإسلامية ومسيحية وكل ما بدك ومن هون هي يعني مدخل ممتاز لأي دولة تريد أن تعبر عن نفسها وعن مصالح المنطقة دول العربية مش هيك عم تفكر أكبر برهان مش ما سمي رح أقول مصر وأردن ما عم تتعطى طبعا ما نحن عم نقول في دول صاعدة هؤل دول منعرف موقفهم منعرف ارتباطهم ومنعرف ضرورات التفاهمات اللي عاملينا مع العدو إلى أي مدى تؤدي إلى ماذا تؤدي وبالتالي لا نراهن عليهم بهذه المعرك بل كمان ندين الموقف اللي ياخدينه يعني منحسه مش ما بيشبههم يعني ولا بيشبه المصر هايدي مصر مصر عبد الناصر مصر عرابي مصر الثورة مصر الأمة العربية النهود أيضا الأردن الأردن فلسطين شو الأردن يعني الأردن ستين بالمية من الأردنية يعني فلسطينية الأصل مع الأسف يعني بس لا في قوة صاعدي عم تعبر عن نفسها اليوم هي المستابة اللي إلها بالمنطقة وهي القوة الصاعدي مثل أنصار الله باليمن مثل حجد الشعبي مثل حزب الله هاي القوة عندها ميزة عن كل المنطقة الاستعداد العالي للتضحية وإرادة القتال وهي دا عم يردم الهوة مع التفوق العسكري الغربي والأمريكي والإسرائيلي يعني نحن أمام تفوق عسكري إسرائيلي بغزة وأمام ثلاثين ألف شهيد قولي خمسة عشرين ألف شهيد فلسطيني بس الفلسطيني حتى اليوم عنده إرادة قتال واستعداد إضافة للتضحية لا لأنه معدبر أنه هذه التضحية هي اللي عم تردم الهوة مع هذا التفوق العسكري الإسرائيلي وعم تعمل شوي التوازن بميزان القوة بين الطرفين بينما الإسرائيلي معه تكنولوجيا وطيارات ودبابات واللي بدك يرس ما عنده إرادة قتال وما عنده استعداد عالي للتضحية شوفي كلمة يستشد أو كلمة يموت حدا عندهم يعني بيطلعوا ببلشوا وينعوا عرفتي ويطلعوا بينققوا كتير يعني كمان بينققوا أكتر من المنطة بالصحافة والعالم ويلا بلنا نضب تيابنا وبلنا نفل ما عندهم إرادة قتال مشغول عليهم بالحرب النفسية كمان ما تنسى طبيعي خليني الخطاب المحور بشكل أو بآخر قدر يعمل تراكم حفر بالوعي 7 أكتوبر أيضا ما فينا نجي هلأ نقول إنه الإسرائيلي بكرة طيفلة بيرجعوا بيعطوا أغراءات وبيرجع يعني ما أنه مشكلة المشكلة نحن فينا شو بدنا نعمل بعد المرحلة الثانية والسؤال أين الأفق السياسي اليوم هيدا الميدان عم نحكي عنه هيدا واقع عم نوصفه السيد غسان جواد أين الأفق السياسي أمم المتحدة فشلت بوقف إطلاق النار ما شفنا دول وسيطة باستثناء قطر اليوم عم تحكي عن وقف إطلاق نار لمدة شهرين لتبادل الأسرة ما شفنا أي دولة عزمة أوروبية أو غير أوروبية عم تجي تحكي بأي حل سياسي حتى حل الدولتين المرفوض من قبل الإسرائيل بحد ذاتها مش مطوحة لأوروبية يا وحدنا يا وحدنا بيّنت حرب غزة أنه حتى ما فيه نظام دولي جديد هاي خبرية أنه فيه نظام دولي جديد لا فيه تمرد على النظام الدولي ينذر بإمكانية أن يصبح هناك نظام دولي جديد يعني فيه لحظة ضعف أمريكية اتمردت عليها بالدرجة الأولى روسيا وهن لا جنين من بوتين لأنه عمل انقلاب عن نظام الدولي هايدا النظام الدولي الأمريكي الغربي هايدا بس روسيا عملت هذا الانقلاب بغيت تحسين شروطها بالمواجهة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية الصين أيضا تعمل اشتباك أو تفاهم مع الأمريكان وفق أجندتها ووفق نظرية تحسين شروطها في المواجهة السنائية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية إيران نفسها أيضا كمان تشتغل على صراع مع الأمريكية والإسرائيلية وتحسين شروطها في مواجهة الغرب من خلال الاستفادي من لحظة الضعف الأمريكية بالمنطقة حرب غزة كشفت لنا أن أمريكا لا تزال تقود العالم وأن المحور الغربي مصطفحة خلفها استفاف يعني مثل لما بيوقفوا بالمدرسة الصبح الطابور المدرسة يعني هل قد للعالم الغربي واقف وراء أمريكا من وقت حرب أوكرانيا بعد ما فل ترامب وإجوا الديمقراطيين أعادوا توحيد جبهة الغرب بالمقابل قوى المناهضة للغرب لم تتوحد على جبهة نستطيع أن نقول جبهة شرقية بالجبهة الغربية لتزال تدير صراعاتها مع الغرب بشكل منفرد وليس بشكل جماعي وإن كانت شو بتعمل بتتنسق مع بعضها بس لم يرتقي هذا التنصيق حتى الآن إلى مستوى ولادة كتلة شرقية تستطيع أن توازن مع الكتلة الغربية ودع أكبر دليل غزة يعني واضح العجز الدولي الصيني الروسي لغيره عن الضغط على أمريكا مثل لما عملوا وقت كوبا خورتشوف مجلس الأمن يعني في مواجهات عملتها عوة يعني وقت 56 ضغط الروسي لوقف العدوان على مصر بال56 كانت تقدر روسيا بالثقل عن ازاك الاتحاد السوفيتي تضغط اليوم مبين ما في ثقل دولي موازي للثقل الأمريكي إلى جانب إسرائيل لو لا إيران ومحور المقاومة الفلسطيني طريبا لوحدهم يعني لوحدهم لوحدهم شيلي كوبا وفوانزويلة شوفي الدول العربية دولة مقررة هلأ معادة اكتشاف نجاة الصغير وأنا خايفي رجعوا جيبوا لنا بكرة ومكلتوم نشوفها يعني جبوا بتقنيات بتقنيات حديثة يعني دول تاني يعني العرب ما يسمى العرب محل تاني وهذا بيدلنا أنه أيضا قضية فلسطين مش بالضرورة نضع الموهومين صارنا سبعين سنة هلأ بنقول العرب العرب أنا برأيي خلاص لازم نحن نبلش نفكر حاجة نقول العرب أنه القضية الفلسطينية مش بس يعني مش قضية العرب يبدو يعني قضية سوريا لبنان فلسطين بلاد الشام قضية إنسانية قضية الشعوب العربية وليست الأنظمة بس الأنظمة بعمومة من سبعين سنة منقول وينهم العرب من سبعين سنة نفس الخطاب اللي عم نسمعه اليوم بغزة إنه وين كني عرب بس مرة تطلع التليفزيون من سبعين سنة وما حدا استجاب هذه القضية هي فلسطينية أولا تتسع شوية لتصبح مصرية شامية تتسع أوسع لتصبح أممية وما يسمى العرب اللي عم بناشدوهن يمكن الناس بعطفتها مع فلسطين بس بالأنظمة والمسارات اللي رسموها لشعوبهم ما في أي زخم عربي شعبي وحكومي إلى جانب أهل غزة شوفي يعني مبين صارنا ثلاثة أربعة أشهر مثل كي أنه لفيع الراز هل صحيح أنه بعض العرب طلبوا من إسرائيل القضاء على حماس طبيعي شوك لتخفيف الأحمال عن من أول يوم من أول ما إجا بايد بلينكين من أول ما إجا على المنطق وعمل جولي غالبيت العنظمة العربية قدت له روحوا خلصوا وبعدين حكوه معنا يعني عطون الإشارة الخضراء وهلأ إذا إسرائيل بدأت توقف هني بمانعه لأنه بيعتبره رح يكون فيه إنجاز لمشروع المقاوم بالمنطق وبيسلفوا ورقة إضافية للمقاومة في فلسطين وللمقاوم بالمنطق يمكن إسرائيل تحملها وفق ترتيبات معين هني ما بيحملوها صور يعني أداه كيف تقرى الموقف أنه لا 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 ما تعطون إنجاز هالفكرة كيف تقرى الموقف السعودي بعد الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية مش ضمن التحالف بالقصف على اليمن اليوم هو حط صقف إنه لا لي تهجير الفلسطيني لا 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 هيدا مش شيء من الإيجابيات نح الموقف السياسي مقبول عدم كمان عدم الاستفاف السعودي اليوم لأنه العالم كمان اليوم يصطف السعودية منا نصطف اليوم نح يعني إنه ما يكونوا مع الفلسطيني بس ما يكونوا ضدهم على الآخر يعني إذا هني راضيين بهذا الموقع يصطفلوا الموقف وزير الخارجية للسعودي قبل أيام ممتاز جيد والحكي إنه لا يمكن أن يسير مسار التطبيع إلا بدولة فلسطينية جيد يعني إنه كنتوا عم تعتوا أوراق مجانية خدوا حق أخي مش كرمالنا كرمالكم بس بالآخر صفر مشاكل اللي عم يجربوا يعملوها والاهتمام بالداخل وبمشروع التطوير السعودية من جوة وأوروبا وغيرها لا يستقيم مع منطقة متفجرة ما فيك تعمل موناكو بمنطقة فيها هذا الصراع إلا إذا حسم هذا الصراع لمصلحة توافقات منطقية وعادلة تؤدي إلى الاستقرار مش إنه بنا نجي نعمل إخضاء للشعوب وبنا نحتلها وبنا نسرق لمواردها وبنا ندعم إسرائيل لمحتل فلسطين قرفت هده لا هده المنطق ما بيعمل استقرار فالسعودية بهالمعنى إلى دور لازم بالمنطقة العربية والإسلامية تخلي عن هذا الدور لمصلحة الداخل لن يؤدي إلى الاستقرار بده يجيها المشاكل بده تيجيها لجوه سبب إنه إسرائيل العنصر جازب للأزمات ودخول إسرائيل إلى الخليج سوف يؤدي إلى الأزمات لاحظي يلا اليمن طيب هذا شو مع هذا الصراع مع إسرائيل بالخليج سببه حرب غزل يوم بس كمان إله خلفية بإنه هناك قوى رافضة لهذا الدخول الإسرائيلي إلى الخليج رافضة بقوة يعني الإيراني برأيي تطلع هيك على المشهد اعتبر بأنه الأمريكان مثل عم بيورطوا إسرائيل الخليج يعني عم يعملوا الإرث الإرث الأمريكي والغربي عم يعطوه لإسرائيل وبالمقابل هني بتفرغوا للصين يعني للمواجهة بالبحر المحيط الهادي هذا قبل 7 أكتوب قبل 7 أكتوب فإجا الإيراني برأيي يطلع هيك اعتبر هو عنده حاجة اقتصادية وأمنية وسياسية يعمل تبريد أكيد بس اعتبر بأن استمرار الصراع مع الخليج سيؤدي بريد والتصالح مع الخليج لكي يعطيهم خيارات تانية بالأمن وبالاقتصاد وبالسياسي خيارات تانية يعني إسرائيل هلا بس تيجي على الخليج شو بقى تقولهم تكنولوجيا وأمن واقتصاد مشاك الإيراني عنده قدرة يغطي هذه الجوانب بالعلوم بالتكنولوجيا بالاقتصاديات بالتعاون بين الدولتين هيك بيعتبر الإيراني أنه يحد من الدخول الإسرائيلي إلى الخليج من خلال من خلال علاقات ثنائية جيدة مع السعودية إيراني ما في يعطي انفتاح للخليج إلى العالم مثل ما بتعطي إسرائيل يعني هي حدث هيدا كمان سعب أقول أنا عم جارب يعطيهم بديل لما يتورطوا أكتر لأن إسرائيل عنصر جاذب للأزمات دخولها على الخليج رح يجيب مشاكل على الخليج استاذ غرسان جواد حضرتك عم تقول أنه بيّن أنه ما فيه ولادة نظام جديد في العالم في قوة متمردة على أمريكا الضعيفة تحاول تحسين شروطها إلى أن يعاد صياغة نظام دولي بتحجز لنفس مكان حد أمريكا قبل شوي بس ولكن أمريكا لا تزال قائدة العالم ضعفة بس لا تزال تقاتل لكي تقود النظام العالمي الجديد بيلاعبينه كلهم يعني طبعا هون كنت مدي أسأل يعني بريكسيا اللي ولدت من نظام اقتصادي تقول للعالم نحنا عم نعمل البديل أو الموازي أو شكل جديد تبين أنه بالاقتصاد حدوده أقوى بكتير من الميدان والسياسي وأكبر برهان غزة شو بتقول عن هيدا الموضوع لهم مصلح الصين وروسيا يعززوا بحضورهم بالمنطقة ويغايق الروس يعني الروس حيويين أكتر من الصينية اليوم بالمنطقة أو بالمواجهة موجودين بسوريا عندهم علاقات مهمة بالخليج صار مصالح كمان ولكن ما لازم يروح عن بالون أهمية اليمن الروس والصينيين بالجغرافيا السياسية لازم يشوفوا اليمن ويشوفوا أنه الأماركا بانية عظمتها بالعالم على أساس اسم الشرق الأوسط بسرواته وبيجروا بموارده والغاز والنفط والجغرافيا السياسية اللي هي بتربط بين القرات وغيرها مزاحمة أماركا بالشرق الأوسط بيؤدي إلى تقدم لهذه الدول في النظام الدولي ويبدو هن بعدهم مش ياخدين قرار كبير بمزاحمة يعني يعني أوكي بساعدوا إيران من الخلف في المواجهة بس مش ياخدين قرار بعد بالمواجهة المباشرة حتى الآن لأنه يستعمل الروسي وصينا الفيتو بمجلس الأمان بس ما بقول في خطوط حمراء في الميدان يعني جديد لا شيء من التوازن ونعمل مصالحنا إنه يا أخي الأمريكان بيعملوا قطار أوكي للصينيين بيعملوا قطار كمان ساعتها أنت شو مصلحتك تاخد قطار من الأمريكان أو من الصين هون أنت كشعب مصالحك الوطنية عقيدة مصالحك الوطنية منظومتك المصالحية الرفض المنطق اليوم مش بس مصلحتك السياسية والاقتصادية في مصلحة أخلاقية اجتماعية يعني كمان بينحكي عنا لحالة لأنشو عبسي هاي يوم نطلع كيف ينظروا لنا يعني أنه أوكي أنا بحب السينما الأمريكية بعض الأفلام بحب التكنولوجيا اللي بيعملوها وشاطرين وكذا بس شوفي كيف يشوفوا بلادنا شوفي كيف يشوفوا الناس الرجل الإرهابي أنت كيف يشوفوا الناس شوفي كيف شايفين الفلسطينية يعني طب هؤدي هالناس عاش تلاف طفل هوا ما علم معنا يعني لابق أوكرانيا عن فكرة من يومين كانوا صحفيين أجانب عم بيزوروني وعمنا هم نتناقش يعني بطلب طلبوا أنه يشوفوني وإجوا زاروني بالبيت واحدة منهم كانت عم تغطي بأوكرانيا قلت لي ما حسيت في حرب كبيرة بأوكرانيا يعني قد الميديا كانت مصورة أنه والله في شي مصيبة حربك منظمة وأنيقة وضحايا يعني لاحظة ما شفنا الضحايا مدنيين لو في الضحايا مدنيين كان سكت العالم لا ورغم ذلك راح كان طفل خوته وصاروا يحطوا تعرف الدعاية الغربية بداية الحرب وغيرها أشأروا عيون وزرق أيوة وصاروا يطلعوا هاودي اللاجئين هاودي مش متل الميدل إيست هاو شعر وعيونهم زرق ويشبهونها يعني مراسلين سر يخك على التليفزيونات طيب هاو عشر تلاف طفل فلسطيني كل واحد متل الأمر بقد الزكاء في منهم عيونهم هالعيون الحلوين هالأطفال الجميلين الزكاء الزكاء عند الطفل الفلسطيني ودا تسمع الطفل الفلسطيني هالطيبة هالإنسانية حتى هذا اللي مبين هيك بيلبس متل النصرة اسمه خالد لابس هيك وعم بيبوس هالبنت قدي أخد ضجي يعني وعنه لابس لباس أفغاني وإسلامي وما بعرف شو وهني بهذا اللباس شوه المنطة طيب هذا بهذا اللباس بيّن عنده حنان عحفيته حب يعني مش موجود عندكن انتوا ما بتعامل أولادكن هيك أصلا فيه جفاء وفيه نظبوطها لا حتى إذا واحد بدي يبوس ابنه بيعمل حساب يعني طبعا لأنه فيه إلى معد ما بعرف شو هيدا الشوه هل علاقات العائلية والإنسانية لابس هيك هيدا الشال طبع الأفغان وحامل بنته شو فيها الحنان هالعط هاي المنطة هاي بلادنا هاي بلادنا نحن مش إرهابي ولا متخلفين عنا منظومة قيم من ينبي حاجتكم أنتوا عندكن منظومة قيم وصورتوا باكت جاوزوا الرجل للرجل والمرأة المرأة صفلو نحن عنا منظومة قيم شرقية مسيحية إسلامية بيرح كنا عم نحكي فيها فيه صورة طالعة غلط عن المسيح إنه والله منفتح ايه منفتح بس إنه المسيحي محافظ متل ومتل المسلي الصورة لأهانة سيدنا يسوع المسيح متحقية لا لا عموما ببلادنا إنه المسيحي منفتح إنه أوكي منفتح بيحكي فرنسا وبيلبسكرة لا كمان في تشويه بس إنه آخر شي ما بيقبل إخته تدار قدامه يعني مع واحد تاني يعني ما بعد ما وصلنا لها يعني عرفتي أو إنه هيك فيه بعدنا محافظين إسلام ومسيحية ببعض التفاصيل هذه تقليد اجتماعي ما خص فيها وعننا قيامنا وعننا رؤيتنا للشرف وللأخلاق وللكرامي وكذا نعم أستاذ غسان جواد بينحكى كتير عن هيدا الموضوع بس الوقت بلشي ديء بدي أحكي شوي عن لبنان كان فيه لقاء خماسي عم بيتحضى للبنان وكان مفروض يكون فيه لقاء عند الرئيس بره مع السفراء الخماسية للأسف تم استغناء عن هذا اللقاء بتأجيل من السفير السعودي لكن التقل السفير السعودي دخلت على الستوديو ما كان عندي معطيات كفاية عن جو هذا اللقاء عندك شي جو هذا اللقاء ولا يتم التأجيل وهل هذا اللقاء الخماسي هدفه استقرار سياسي رئاسي في لبنان أو هو بإطار اللي عم بيسير 17-01 شروط ما بعد مرحلة غزة لبنان كيف رح ياخد وش رح نعطي وش رح ناخد شو عم بيسير والله أنا ما تبعت كتير الخماسي عرفت أنه بدون يجو على لبنان بعتقد من أسبوعين كان عندي جو أنه لادريان جاي بعد تشكيل الحكومي الفرنسي وأنه في محاولة لعادة إحياء ما صار إنتاج السلطة بلبنان عبر المعطيات المتوفرة بين إيدينا ما عندن شي جديد ردون يجو يستكشفوا يناقشوا مع اللبناني ما عندن شي جديد وبالتالي ما تفاجأت قلغيت لأنه أصلا مش وقتا وتانيا فيه الرئيس برري عمل إشارة وهي إشارة إذا اللبنانية تفاوية بتركب بس بعدها مواقف الأفريقاء متباعدين هو تم تأجيل بسبب إشارة الرئيس برري أو بس برري هو اللي شجعون برأيه لما قال إنه إشو بيمنع عن انتخاب هي وحرب غزة قائمة ما بيمنع شي فبعتد هدا بتشجيعي أو متابعة لجو كان هو عم بيتابعوا مراهن عليه بيّن إنه هلأ هني بعد ما نضجت عندهم يعني خلافات داخلية داخل اللقاء الخماسي يبدو هلأ طبعا بارح زيارة السفير الإيراني إنه وعم يستطلع من السفير السعودي شو جو الخماسي شو جاية تعمل شو أفكار شو أفاقة وما بيعتقد عندهم شي جديد يعني ما عندهم ما هي لو عندهم شي جديد بيبين بالمقاربة وبيبين بشكل الضيوف اللي بيجوا على لبنان والدبلوماسيين والحركة اللي بدون يعملوا واللي رح يعملها القطري والفرنساوي عمليا بالنيابة عن الخماسي أنا برأي كله معلق لحين انتهاء وحرب غزة ولا تكرهوا شيئا لعله خير لكم كنا قبل 7 أكتوبر ناقعينا بهالأزمة ناقع كيف بيقنعوا بينقعوا الحمص والفول طيدي تبخونه مش بينقعوا طيدي تبخونه فناقعينا وكل مرة بنجي منحكة سياسة ومنقول نحنا بستاتيكو والأمر كان محاصريننا وهن يوديك بقولوا حزب الله مسؤول عن الأزمة مشاكل لمعطل لمعطل وكذا اجت حرب غزة عجلت سرعت عجلة التاريخ وعطتنا فرصة أن نخرج أسرع مما كان متوقعا من الأزمة إذا عرفنا كيف ندير هذه الحرب بخواتيمة لمصلحة البعد الوطني اللبناني وهذا اللي سمحت السيدة شارلو بآخر خطابه أعطى البعد الوطني لهذه المواجهة أول خطاب كان والتاني عن غزة الثالث والرابع أعطى خلفية فكرية وسياسية ومستقبلية حول الفرص الوطنية من خلف هذه المواجهة أنه نستعيد أرضنا نجيب الأمريكان وغير الأمريكان عتسوية بالقوة متوازنة بلبنان تعيد تكوين السلطة والتوازن انفهمت هايدي أنه هناك محادثات تحت الطاولة لا بس هو ربطة بنهاية الموضوع هو قال هايدي قد تكون فرصة بنهاية هذه الحرب أنه نعيد تكوين البلد فمن هون بلما كانوا ينقعونا أربع خمسة سنين بعد لقدام ممكن العزمة تنحل بسنتين فإذن لمن هون أنا أقول سنتين بعد الانتخابات يعني عمر لشيء جديد في المنطقة والعالم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العالم اليوم ينتظر مرحلة تقطيع الوقت هلا نحنا عملنا رئاسي قبل يعني وقت 2016 قبل ما يوصل ترامب شهر أو بالتوازي كمان بالتوازي بأيام بأيام الرئيس عون وإجا ترامب وكان فعل الأوباما فماشي ماشي بيمنع إذا نضجت أنه ننتخب رئيس بالأشهر المقبلة ولكن السؤال هون يعني أنه قيمت وإلى أي مدى المنطقة شو كي بدي يكون شكلها إلى أي مدى غزة إلى أين قدي بدي يضل الوقت بزا بعد بس على مستوى لبنان هيا عملت حركة كانوا تركينا بالأزمة اللي عملو لنا إياها بـ 17-20 والاستثمار البشع بالمرفق وصلوا البلد للإنهيار ليوم البلد منهار ما في دولة ما في مؤسسات كتر خيره العسكري والدركي كتر خيره اللي واقف على الحاجز واللي قاعد بالمغفر والقاضي اللي عم ينزل يعمل شوية أحكامي كتر خيره كلهم ليه؟ لأنه ما في دولة ما في رواتب ما في مؤسسات أنا بعرف ناس بيقربوني بيشتغلوا كل الشهر بأحدى المؤسسات دا وبيقبض 120 دولار يعني 120 دولار 16-17 مليون ليرة شو 120 دولار أقل 11 مليون طيب كيف عدن يعيش كيف عدن يعيش كيف عدن روح على وظيفته هذا الدركي وهذا الأجهزة الأمنية كتر خيره عاملين لنا شوية أمن بس وإلا باقي ما تبقى ما في شي هاي دي فرصة اللي عم بصير إنه لما تخلص نرجع نلم البلد وما نعود خمسة ست سنين زيادة بالأزمة تجيبيل الأمريكاني عتسوي أصلا ما هو حزب الله من بعد 17-20 أكتر المواجهات السياسية اللي خاضها مع الأمريكان واللي هيك وعلي النبرة فيها هو اللي يجيبوا عتفهم اللم البلد تفهم غير مباشر يعني بتتذكري وقت الترسيم وخدعونا وقت الترسيم وخدعونا من خدعونا بيلولك لأي عم نقوس الفوق اللأي عم نقوس بيطلع بيليك لأي عم تتحركشوا بلوك يا حبيبي منو خنقونا صار لهم خمس سنين خنقين البلد وكل شي داخلي تجنبوا حزب الله يعني من طيوني لا خلدي لا المثبات لا الشتائم لا الإعلام لا الشيطني اتهامات 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 للي صار بالكحالي طب كله ما انخرط فيه وكان عم بيقول معركتي انا مع العدو فمتفاجئين هلا انو عم بيقوس على العدو بعد كيش يعملتو طلولو وان الدولة كان بان عم براه انو صدو السوريخ مين سقط الدولة بسبعتاش تشرين مين سقط الدولة هلا اللي عم بيقلوا لحزب الله هده قفز فوق الدولة ليش مين سقط الدولة مين وقت انفجار المرفأ ايجا قال نحنا ما ما نعطي الدولة ما ما نعطي الجمعيات مين مين قفز فوق الدولة وسقطها اوكي السلطة فيزدي كلنا بنعرف انو بتجي السلطة فيزدي بس الدولة ايه كيام معنا وقالنا جميعا نروح منهره من دمره وبنفوت بمشروع هيا وصلونا لوصلونا هيا وكنا مرشحين انو نضال بالمأزق والضغوط السياسية الى ما شاء الله اشت حرب غزة وطفان الأقصى العظيم عجل سرع عجلة التاريخ وعم يعملنا ميخلعنا في أفق ربطا بميدان غزة وميدان جنوب بس رغم هيدا كله في واقع سبعتاش تشرين نتيجة عم نعيشها اليوم الموازنة هي نتيجة سبعتاش تشرين القرارات المصرفية قرار حاكم مصرف لبنان بالنيابة يلي المودعين عم بيصرخوا راحت بدك عادة تكوين السلطة أكبر سرقة بالعالم صارت هيدا كلها مش نتيجة مش نتيجة انو نحنا عملت في عثمان 17 تشرين أكيد هلا 17 تشرين انو في شباب مرتبين ولبنانية وقوادي محبوا بدون يعملوا بلد هادي كلنا مرئنا فيها وكلنا شاركنا بس انا من اللي اكتشفوا من زمان انو هاي الصيغة اللبنانية ما بتكفي انك انت تنزل ع سيحة شادة وتصرخ انت بأربعة عش اي ادار اكتشفت هيدا طبيعي انو هادا لبنان ما بيتغير بمظاهرات هادا الصيغة طائفية كنا نحنا بعدنا ما اكتشفنا صيغة طائفية والى رعاية دولية التغيير لا يأتي من الداخل اللبناني الا اذا غيرنا النظام بغيره النظام بصير فيه امكانية لتغيير من الداخل اما النظام الحالي هو تركيبته بتشوفه بينهار بس ما بيموت بيقع ويقع بالحرب بس ما مات مجرد رجعوا احيو قعد الجيش بالسكنات والدولة تقبض عادة الموظفين بالحرب الاهلية يقبضوا والميليشيات حاكم البلد بس اجل قرار الدولي الاقليمي كبس وزر عاش الميليشيات نضبط والجيش نزل على الشارع ورجعت الدولة نظام اللبناني ما فيك تغيريه بحسن نوايا وان كان كتير من الشباب اللي نزلوا على الشارع بـ 17-20 اصدقائي وناس طيبين وانضاف وبدهم بلد وما كانوا لا عندهم اجندات لشي بس الغالبية اللي نزلوا جرى الاستثمار فيهم وبمطالبهم لتدمير البلد اتدمر البلد وما وصلوا لمطالبهم لأسباب كثيرة ومن هون بلش لامريكي بعد 17-20 يعني انا ما بقول الحدث 17-20 بعد 17-20 بلش يستثمر بالأزمة للضغط على خصومه بالبلد وهي انا كانوا وصلونا عايشين بستاتيكو لا في كهرباء لا في ماء لا في مؤسسات لا في دولة زي ابنك بده يتعلم بالجامعة بدك تروحي تشوفي كيف تبيعي كلوتيك يعني اللي اتعلمي بالجامعة وغيره طبعنا فرصة انه بهذا الذي يجري واذا ضلينا خلصناها هاي المعركة القوى الوطنية اللبنانية وافعة اجراية كلها مش بس حزب الله المشروع الوطني اللي بده يلم البلد وبده يعمل مشروع نهود بالشراكة مع كل اللبنانيين يعني فيه فريق بلبنان بيطلع بيلك نحن لابنا اياكم لابنا نعيش معكم وهل حكي ولأ فيه فريق تاني عم بيقول انا اذا ربق ربحت انا بديلم البلد بالشراكة مع باقي اللبنانيين جميعا لانه هادا البلد مفي حدا يحكمه لوحده من القوات للكتايب لحركة امل والحزب السوري القومي الاجتماعي والحلفاء الباقيين والسنة والمسيحية رفتي يعني والدروز وهون احنا هلا هون انا عم بنظر للجبهة في الجنوب على مستويان المستوى المتعلق بالصراع مع العدو الاسرائيلي وافاقه والمستوى التاني المتعلق بكيفية انعكاس ذلك على الداخل واحتمال ان نستطيع النهوض بالبلد مجددا اذا عملنا معركة ربحانية وكملنا ربحانين وجبنا الامريكان على تسوي مقبولة بالبلد ان شاء الله حلو بالتفاقل نكون عم نختار ما في عنا افق غير هيك ما عنا افق غير هيك ان شاء الله ومتكون التكلفة قليلة لانه لحد هلا كل شهيد من شهدائنا بيسودنا وكل شهيد له قيمة كبيرة وكل حجر وكل شجر وكل شير هلا صاروا 167 شهيد بعتقد هؤلاء الشهداء أبرقوا ضمامهم أمام الله والتاريخ وأمام فلسطين وأمام لبنان وكان بيقدر يقول أنا شو دخلني وروح يقعد بالبيت ويتخبى بالمناسبة وحوالا كان بالمقاوم بس هول رجال عندهم إرادة قتال وعندهم استعداد عالي للتضحي وفهمنين حقيقة الخطر على لبنان وعلى المنطقة وفهمنين أنه هذا الذي تقوم به إسرائيل في غزة لا شيء يمنع أن تقوم به في لبنان إذا ما قتلناها ومن هون هذا أهمية هذه الدماء التي بإذن الله ستظهر استقرارا لمصلحة جميع اللبنانيين أخذت وقت زيادة أنا من الحلقة بدأتزر من الزملاء بالأخص من نتالي خمس دقائق فكرت أكتر بسيطة مش بيناتنا خمس دقائق شكرا لإلك استيس غسان جوان شكرا لحضورك ولقراءتك وإن شاء الله هيك نوصل للمنتهي اللي حضرتك وصفته شكرا كيفورك شكرا نتالي شكرا لأصدقاء المستمعين وإلى اللقاء عمر صدفع